اعلن رؤساء احزاب اليمين وكتل الحاردين عن دعمهم لرئيس حزب الليكود بن يمين نتنياهو والتوصية عليه لدى الرئيس الاسرائيلي ريوفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة حيث اعلن رسميا رؤساء شاس ويهدوت هاتورا واتحاد احزاب اليمين وكلانو عن موقفهم بتوكيل نتنياهو لتشكيل الحكومة هذا وقال رئيس حزب اسرائيل بيتين وفيكدور ليبرمن ان حزبه سيوصي على نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة لكنه لا يستبعد امكانية البقاء في المعارضة كما واعلن المرشح الثاني في اتحاد احزاب اليمين بيتساليل سموتريتش ان تشكيل حكومة يمينية مقبلة منوط بتعديل قانون الحصانة ليشمل حصانة نتنياهو من التحقيقات للحفاظ على الحكومة المقبلة